تودو دو 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 د دو د دو بس هارد على الحت دي يلا يا سيدت تسمح لي هارد تسمح لي هارد عشان انت بتتكلم كتير قوي لكن اما نتكلم مع التمسيل ممكن هارد بقى ولا امت هارد أكتر كومنت بتيجى من الناس على البلاتفورمز قطقتعش الضيوف ماذا رأيكم ده حقيقي أنا شوفتها بنفسي وكان فيه كومنس قوية جدا وصعبة جدا يعني أولا مثل شان نتكلم لو على باسم صامرة باسم بيحب يمسك الحديدة جدا بيحب يمسك الميكروفون فهو ليه طريقة انه هو هيخش يعرف يهتني زي عشان ياخد الميكروفون فهيقوم داخل الداخلة دي لكن في العموم أنا لان دي مش كانتش شغلتي أصلا أنا اخترت البودكاست كوسيلة للتواصل مع الناس لأن أنا دي فرصة ذهبية ليا أنا كعباسة على مستوى الإنساني أن أقدر أعود أعداد مع ناس أنا بحترمها وبحبها وعندها رحلة في الحياة مسيرة ومهمة أن أنا أقدر أغوص معهم بقى في الرحلة دي وأعرف حياتهم وأعرف شخصيتهم من خلالها وأعرف الأخفقات بتاعتهم والنجاحات بتاعتهم وتغلبوا عليها إزاي فدي كانت حاجة من أكتر الحاجات اللي خليتني أنا أحب البودكاست الحماسة كانت ممكن بتاخدني كتير أن أنا عايزة شارك طبعا برضو لازم نقف عند حياتة أن الناس لحد الوقت مش فاهم الفرق بين البودكاست وبين البرنامج أن البودكاست هي مشاركة هي قاعدة بين اتنين مؤكد أن الضيف هو لي الأولوية ده مؤكد لكن عشان الضيف ما يطلعش يقولك نفس الكلام اللي يقوله في البرامج هايعمل ده إمتا؟ هايعمل ده بس لو حصل تواصل حقيقي بينه وبين الأحد معاه فيبتدي الحاجات الدفاعية اللي هو حاطتها اللي عندنا كلنا تنزل هايلاقي نفسه في حت في بيئة أمينة يقدر يعبر فيه عن نفسه ويقدر يعبر فيه عن مواجه وعن مشاعره والحاجات اللي هو مكانش متخيل ممكن يقولها على الملأ ده جزء مطلوب ان يبقى فيه مشاركة ومطلوب ان الهوس هيحكي المضيف حيحكي حياته عن نفسه وحيحكي حياته عن علامه لأن من ده بيطلع علام آخر نتيجة القاعدة دي ونتيجة التواصل ونتيجة ان أنا والشخص ده بنتشارك في تجارب خاصة بيحصل نوع من البند بيننا بيخليه ينتخل إلى حتة ما كانش متخيل هو ممكن نتكلم عليها ولا الناس قد حيجي لها فرصة انها تسمعها إلا في ظروف زي دي لكن المؤكد ان كتير منهم جدا كان عندهم حق لأن أنا كنت ساعات الحماسة كان بتاخدني أن أنا أتدخل في الحديث أسرع وده اكتشفت بالوقت أنه هو ده مش أحسن حاجة أولا مش دايما نضيفها يتبسط بحاجة زي كده ومش شرط أن أنا عندي عشان حاجة عندي حاجة أقولها أن أنا أقطع الفلو بتاع الحديث الرداير اللي هو الحديث الأصلي اللي هو الحقيقي أن في حاجة اسمها استرسال وتداعي أفكار لابد أن يأخذ وقت الطبيعي وأنه أن الواحد ممكن غزبا عنه ودي برضو عيوب البرنامج أنه بنعتقد أنه نحن نخش هنا نقوي بقى الهاتة أو نملاها أو هاتة يقول لأ بالعكس سيبي الشخص اللي قدامك يتكلم وهتلاقي هو يجيله أفكار من عقله من اللوعي عنده يقول لك حاجات مذهلة ومذهلة هي مش موضوع أن أنا جايبين حد نقرره وأن عايزين نعرف مواجه ونعريه عاطفيا ويجدانين وأنه هو شوف أجابه بصه من جواه عمل إزاي إطلاقا لكن أنه يقدر يحكي على تجربة حقيقية ملهمة لنا وملهمة للمنقدمين في قصة نجاحه وفي قصة صعوده وفي قصة سقوطه مش هتيجي إلا بأنه بعد شوية بيبتدي يفقد كلنا نفقد إحساسنا بالوقت أنا وأنا بأتكلم دلوقتي مش زي ما كنت في أول دلوقتي بيت أبدا مرتاح أكتر فكل مرة نفس هذا اللي بيحصل للضيف فكان مطلوب أن أنا أسيب الضيف يوصل للحيطة دي أدركتها دي في الحلقات الأخيرة وبدأت أعملها فأنا بتعلم يعني أنا مشي بتعلم مع الحياة ومع اللي بعمله أنا عندي كبان الصراحة يعني أنا ربنا أو البو الحياة رزائتني بفريق عمل عنده نفس الباشن ومؤمن جدا بالبودكاست ده ومؤمن بهدفه ومؤمن بنعمله ليه فهم كلهم ما عندهم فيش حد فيهم بيغاير كلمة أو بيجامين بالعكس هما عندهم قصوى جدا في التوقعات تكون ده فيما يخص أنا عملت إيه ومفوط ما عملش إيه وبيحاولوا حذروني في حلقات كتير جدا بس في وقت بقى ما نخدش أنا واخد القرار والله لو لدني ولعت أنا هفضل أتكلم برضو فأه ضحقيه وتغلبت عليه وأعتقد أنه يتغلب عليه أكتر من غير ما أبقى مش مشارك الأساسي يبقى مشارك بس أفهم هي خطر فايع بأن أنا أبقى مشارك تماما وحطه في الطاقة دي وما بين إن أنا أبقى مهيمن عليه أو قاعد وارك وسايب هو يتكلم وبسع الأسئلة وخلاص تودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودود اشتركوا في القناة